ان احنا يوم اتفقين ضمنياً ناين كان اللي ما بنا الحنية هي الأساس والحقيقة ان مصدر الحنية دي عشان يكون منصف الراجل القب لو القب حنين مع مراته وحنين مع ولاده حيبقوا حنينين مع بعض دي الحقيقة حان رب العالمين فأشد المواقف اتكلم بحنية ربنا لما قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولاً لينة لعله يتذكر أو يخشى رحوا قلوله كلام حلو حنين قول لين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن هين لين سهل هين لين يعني احنين دين يا سهله ياخد الأمور بحنية وبطبطبة مش بين فعال وشدة والحيان اللي يحفظ الأسرة وقت الخلاف نقطة الخلاف وقتها مختلفين دلوقتي حنحتد حنية العيلة حنية هي اللي هتحل الموقف خلاف بين الزوج والزوج ها هيدخل يهجم لا داخل حنين تخل لو حد من ولادك داخل عليك بعصبية شديدة انت واخده في حضنك حنية هتنتص العصبية هتكسب دايما لكن لو تصادنت تخسر العيلة تخسر الأزمة تجبر طب ده في الموقف ده في الحياة عموما لما تيجي أزمات كبيرة ابتلاقات لقدر الله خبطات هزات كلنا بنقدميني وبنغلط رصيد الحنية اللي ما بنا يعني القلوب على القلوب كده لأن الحنية بتقرب بالقلوب قوي قوي وبتبقى العلاقة علاقة قلوب حضنة بعض فعلا الحنية في الوقت ده هي اللي حتحمل عيلة هي اللي حتحمل علاقة وقت الأزمة متيك جديدة والطيار يبقى جديد الحنية هي اللي حتنجينا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم على النار كل هين لا ينسى كل واحد حنين إحنا في الدنيا دي في حياتنا بنغلط الحنية ونقوله انت حنين بزيادة نفعش كده مع أن لما بتكون الحنية هي الأساس والإنسان بالوقت ينمو ويكبر فيعرف يوزن بين الحنية والحسم هنا تكتمل الحكمة لكن اللي مش حنين قاسي بيفضل مكمل قاسي بيفضل يخسر قلبه يقسى ويقسى على الناس والناس تقسى عليه ويقسى على عيلته وعيلته تقسى عليه وتكبر الأزمة عايزين نرجع لمبدأ أساسي في نجاة العيلة من الأزمات أن الحنية هي الأساس احترم كلمتك كلمتك وزناها تقيل على المتلقي كلمة بسيطة بتقولها إن العبد ليقول القول لا يلقي له بالا يعني العبد بيقول الكلمة الأب بيقول الكلمة ومش واخد باله بيقول لي بنته انت غبية كلمة عادي عدت انت غبية دي تقيلة بترشأ في قلبها بتبقى هي دي نظرتها عن نفسها تبقى معتابرة أن هي إنسانة غبية لا تحسن التصرف تخليها تشك في تصرفاتها وتفضل بقى كورة التلج تجبر الرجل يقول لي مراته انت مش حسة بحاجة كلمة وعادي والحياة مشيت ما مشيتش عندها هي رشأت عندها والعكس فأي موقف انت على طول كده حسة بي ومقدراني وراح عاش في حياته هي شافت قديه ومقدرها وقديه شايف أثرها فبقيت أحسن وأفوأ وتقطها أحسن وعيزة تدي ولدها أحسن وتبقى كويسة معهم أوي ورب العالمين في القرآن صور الكلمة تصور واضح جدا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أوغارها في السماء